تجوز من القبائل العربية دا ضعت لنفسها من جرائنكم اتجاهها من سرقة ومن قتل ومن نهب ومن تدمير ومن حريق تنكروا كلام دا؟ بيقولوكم حا لا 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 إنت من قبيلت كده إنت ما عندك الحق تدافع لنسك تكتف يدانك نحن ندقك بس لكن ولدنا داك أدونا إبيدنا ما عندنا دا مشكلة ما كنت أدت الحق من دارفورتي كلها كلكم كنت أدت الحق من دارفورتي وغيرهم فقط مشانين هجوم على داك بقول ليشنو الليلة أخذتها لكم بره على كبر مشانين هجوم على كبر ومشانين هجوم على أحمد خارون لأنكم لما كنتوا الحركات ذاتوا قبيلت كبر وقبيلت أحمد خارون ما عندها حق برضو في دارفور دا يسببكم ما عندها الحق لحد الآن بتنظروا لهم هذه النظرة والله يكردوكم أبيت القلام المرضى لازم أقوله لكم لازم أقوله لكم ما تفتكرون يا حساكتين ما عارفين حي ما تفتكرون يا حساكتين ما عارفين حاجة لازم الكلام المرضى الليلة أقوله لكم يتنظروا لكبير على أساس عرقي ما عنده حاجة في دارفور لأنه كان المنافس بالنسبة لكم في الوظائف وفي التعليم في أولاية شمال دارفور بالتحديد في الفاشر كان منافس لكم لأنه أهل متعلمين جدا أهل متعلمين جدا أهل متعلمين جدا أسحالين شغلوا فيهم مجازر شغلوا فيهم مجازر يعني فصل شغلوا فيهم تطهير من المؤسسات الآن الولائية يعني تطهير وبتنظروا لأحمد هارون نفس الكلام نفس الكلام بأنه قابلته من المستوطين الجدد بتنظره على أساس عرقي هنكروا الكلام ده خلونا مين ده يوم ده في واحد تقعنده سوف أقولها برضو النائب بتاع حمدوك عمر مانيس في ناس ما بعرفوه ما بعرفوه طلع لي في أحد حكومة البشير الحقام بتاعو لا ده كان من قبالة العربية طلع لي المعرضين بتاعنا البشير من أبناء ده أر فورك كان من قبالة العربية المعرضين حتى في الأمم المتحدة أبردوا بس الله الذي يأيكم طلع لي كان كبار الوزراء مع البشير كان من قبالة العربية مساكين ساي الناس خلصين. لكن اجبرتم على الحرب يا اخ والله اجبرتم على الحرب. والله الحرب ما كان خيارهم. انتم لا يجبرتم. المعرّسة دائم للأمم ال متحدة بتاع حكومة البشير قموا عشرين سنة دمناه. كان عربي كان عربي. لماذا زعلانين منهم? كان مهنة اجروفه في الأمم المتحدة. المعرّسة دائم في الأمم ال متحدة. ما تقول لي الا سفيرة دائم. المعرّسة دائم في الأمم المتحدة كم عشرين سنة؟ كم بقول سنوه؟ كل كذب ما يحدث ما يقال في دارفور؟ كل كذب ونفاق ما في أي حرب ما في أي خراب ما في أي دمر مش كان بين فيه أسي كلام الديبوكدا بوجعكوا لكن كلام المعرّس حقكم كم عشرين سنة محا يوجعكم؟ كم بقول كذا في الأمم المتحدة؟ وجابه نائب لحمدوك ما كنتم مبسوطين؟ اسم منوه؟ عمر مانيس عمر مانيس يوم واحد ما شفت ذو الهجم علم وكم عشرين سنة؟ هو بدافع عن نظام البشير وهو ضدكم انتم كحركات مسلحة وضدكم كمجتمعات ضدكم كنازحين ولاجئين بدافع عكس ما تقوله في الأمم المتحدة هناك ما لكم عملت على هجوم؟ لماذا شند على هجوم؟ كم عشرين سنة؟ كم عشرين سنة؟ لا يوجد سنة المعرس الدايم كان يدافع عن هذا وكل كلامكم يقول لكم كذب لماذا عملت على هجوم؟ لماذا فرحانين بيو؟ لماذا؟ لو كان من القبائل العربية كان مسحته في الأرض وكان إعلامكم الغزر ما كان خلوه كان إعلامكم الغزر ما كان خلوه من الدوسة؟ دوسة ده منو؟ تعرفوا دوسة؟ أسرة الدوسة من اللقاء لكم ما كيزان؟ لماذا عملين على هجوم حملة؟ لماذا عملتهم على هجوم حملة؟ وذلك الحاكمين ذاته وذلك الحاكمين وسرقوا البلد وذلك الحاكمين الذين يصدروا عرارات لقت لكم في دارفور وكوردوفان وفي النيل الأزرق وفي الشمالية وفي الجزيرة دلهم ذاتهم لماذا ما زعلت لهم؟ ما زعلت لهم؟ لماذا؟ ما أكثر القبائل الأفريقية كانوا في نظام عمر البشيري يا أخ الله ما أكتركم يا أخ ما أكتركم وكلهم كنتوا حاكمين ولاية الدارفور وإنتوا من القبائل الأفريقية لقد ما ديل الحلال عندنا وديل عادي عندنا وهو ما عندنا مع مشكلة صح دفعانكم الغبلي دفعانكم الجهبي لماذا همضتون علونهجوب؟ لماذا همضتون علونهجوب؟ لس فقط الآن ذعلنا نيزي أتمنى وإلى موسى هلال انت مابتقرأ موسى هلال في نفسه والله يتحداكم والله مابتقرأه في نفسه والله تقرأها على أساس عرقي والدليل على ذلك الآن نحن دل كلنا ومصنفين بأننا قتلة مصنفين كلنا بأننا مجرمين ونسيت أكثر ناس أكثر ناس بتمارس القتل في جنوب السودان كنت أقول نسيت لحد الآن الثورة والله يقتر البوليس والأمن وقترب الظل القتل شعب السوداني في الثورة السلمية والله منكم وفيكم والله من قبائلكم لأن الواحد يكون ماجور لو أدو مية جنيح لكتو الزول يا أخ لو أدو مية جنيح أو أدو سلطة مطلقة لأنكم تحبوا السلطة والواحد لا يصنق كبير يستخدم السلطة استخدام سالك جدا واستخدام سيء واستخدام سيء وأتحدى والله أي زل وأنا أتمنى من الناس تطلعوا مظاهرات في الثورة السلمية في كل ولاية السودان والعاصمة الخرطوم أتمنىكم أقول لكم كلام إذا كلامي تصاحق وليس صاحق إذا كذب قولي كذب في الثورة دي لو ما سقوقنا الجاز الأمن أو البوليس بتاع الشعب أو قطيب الظل والله لو لقيت الجنود قرابة من قرب السودان ومن القبائل الأفريقية والله بيسقطوا حجرك والله ما منزلوك لكن اللي قلت ومجلبة نحن من كلهم من جلابة الشريطة النيري دي والله بيفوقوه أخصب الله بيفوقوه واتحدى أي زل تم اعتقالوه ألبدوك ويعزبك والله الله من القبائل الأفريقية حقق قرب السودان دي والله ما في غيركم لأنكم قلوبكم مليئة الحقد لأنكم تحبوا السلطة المطلقة إدوكم لا لأنكم تحبوا تمارسوا القتل وزول ما يدافع لنفسه تحبوا تزرقوا الزول وزول ما يدافع لنفسه تحبوا الحياة دي بس تحبوا الحياة دي بس في السورة دي قبضك زول من قرب السودان ومن القبال الأفريقية كنتابع لجهاز الأمني أو قطع بصير أو البوليس ما بنزلك من التاتشغ لكن قبضك من عيالة لجلابة دي زي ما يتوقع عنده سموم وما في جلابة جلابة دي من كل السودان من كل السودان عندنا جلابة الآن سارقيننا ومياكلين دمنا وليحمنة عندنا جلابة من قرب السودان عمر لنشور والبشير كان مدلعهم ذاتا ممسكهم حكم قرب دارفور ديتك كان الحقام منها دي العيال دارفور نفسهم ذاتا ما بيفكك كمسك قرابة منك بان أفريقيا والله ما يفكك اليوم بحددت معاكناك وفيلم يعتقل دقك ويعزبك يطلع جنك دي حقيقة كالردود والله اللي لذا لازم ترضاه لازم ترضاه لأن أصواتك بيقت كثيرة وقرهيتكم لمجتمعنا بسبب أفراد بيقت كثيرة نحن ما قاعدنا نكرهكم على أساس الآخر بنكره الثياسي منكم ونكره التنظيمات اللي أنتم بتنتمو لها أو كأنصارها بشجعها بنكرها على الأساس والآن ذكرت لكم ثلاثة مطلوبين للمحكم الجنائية من الحركات المسلحة هل المنصل قبائل هل عندنا الحق نكره قبائل لا هل ننسب الجرائم دي لقبائل لا ننسب الجرائم دي لنفس ليهم هم في شخصهم ولا الحركات تبع لها نفس الكلام ديت يشتكبونها من أولاد القبائل الأخرى ما قادر لن تنسب قال لهم والمعذر بالتبع لها ليه لماذا تنسب قال لقبائلهم لماذا تنسب قال لجرافية ليه لماذا تنسب قال لهم تنسب قال لهم على مستوى عرقي ودارين نسكتو على الكلام هذا سكتت بطن اتكلمت على الانسري دي أنسرية دي أنصرية أنصرية بتاعينك أصي من العنصري من العنصري وله حد الآن المنتمسك في موقفته الجرائم ارتقبها حركات تنسب للحركات المسلحة ولا تنسب لقبائلها والجرائم ارتقبها حرص الحدود والدعم سريع تنسب للدعم السريع وحرص الحدود الجرائم ارتقبها الجيش والبوليس والأمني تنسب لهم تنسب لهم ولا تنسب لهم مجتمعاتهم لكنهم تنسب لهم مجتمعاتهم معظم جنود الجهاز الأمني وجنود الجيش من القبائل الأفريقية من سنة السكت؟ من حرب الجنوب؟ حرب دارفور؟ حرب كردوفان؟ ما فقيركم. ليوم الليلة ذيل انتم. هل ننسبة ننسبة عرقيا لشمالين؟ لا. ننسبة للجيش. يلا نفس الكلام ده دانين تعملوا عبنوا. ما دانين تعملوا. والله ابنا بذلكم نفس الاعلام. لكن اعلامكم بتاع تمثلوا دور الضحايا وتجرموا الاخرين. ده ثاني ما بمش. الله جاب الفيسبوك ده. جاب الخواجم مارك ابريز ده. جاب الفيسبوك ده. جاب الفيسبوك ده. ثاني ترش بيه بس. ومنقول لكم الحقيقة بره. نقول لكم بره. وإنتوا استهدافكم لأي ظلمة من قبائلكم استهدافكم له. اذا عمل مشكلة وما عمل مشكلة بتستهدفوا على الاساس ده. اتحداكم لو بتستهدف المجرمين. استهدفوا عمر ماينيس. استهدف جعفر عبدالحقب. ما بتقدروا تستهدفهم الله يكذبين. عمر ماينيس ده معرس خمسة سبعة عشرين سنة. معرس للأمم المتحدة. في الأمم المتحدة هناك. باسم السودان باسم الموطن الرطني. قام بقول ما في اي انتهاقات في القردفان. ما في اي انتهاقات في دار الامم المتحدة. كان ده المدافع عنهم الرصمي. في الامم المتحدة ركز. شنوتوا على هجوم. يتصفقوا ليه. يتصفقوا ليه. يتصفقوا ليه. وصفتين عنهم. جعفر عبدالحقم دي يوم حد رفعت وصوطه قلت ذاه. جعفر عبدالحقم كان بكت له الناس كده كان بعمر كده. اي ها. سكتوا عنه. لكن الله يقدرك يا عمالنامي مش لموسهيلان. لانهم مسهيلان من قبيلة عربية كسا كسا. الله يقدرك يا عمالنامي مباكر ده امشي للبشير. لا لا. كماش لل مالبشير عادي. مقبل قاعد معه في الغزرة الجمهور عامل 2005 عادي. لكن لا تقوم من عرب غرب السودان. لا تقوم من قبيلة عربية من دارفورة ومن كردفان. ومن ناوي يمشي لك. الله لا يقدرك هذا. يوم ده ما مشهد العربي كالشيخ اسمه شاق الله مين؟ عملته حملة وعملته. لا لا عادي. صح. لكن الله يقدرك يا مناوي أمشي لأي شيخ بتاع قبيلة من القبائل العربية بتاع دارفورة وكردفان. قال لي لا لكن ما كان خرص حدود ولا كان دعم سري. الله قدرك يا ميش له. لا لا لا. ده لهم في اسمنا. ده صمي فاتكو. واسلوبكم بيزبط لنا ذلك. والله يفاتكم الأمي سالزعلاني لزيادة مناوي بيزبط لنا ذلك. يدتوا عندكم حقدي على قبائل. مشكلتكم مع قبائل. ما مشكلتكم مع دولة ولا مشكلتكم مع سياسة. والله يجد. لانه مشكلتكم مع سياسة او فلان داك اجرم. مناوي ده قاعد مع عمر البشير يا اخ. مناوي قاعد مع دبو قل ليشنو؟ قاعد مع بورخان. ليه ما زعلانين؟ ليه ما زعلانين؟ قلنا ساوينا موزة هلال مع البشير ذات. ولو والله لا مصالة زرة. ما يساويه من الافعال حكذا البشير. قاعد معاو. ليه؟ قاعد معاو. ليه ما زعلته؟ ليه ما زعلته؟ قدوروني؟ ليه ما يشانين حملة على جعفر عبدالحكم؟ توروا شعب السوداني بانه في مجرم من قبال الافرغية نفسهم. مطلوب لما حقيا اسم جعفر عبدالحكم. في مجرمين من القبال الافرغية ثلاثة تابيلة الحلقة سكانت المسلح المطلوبين لمحكمة الجنائية. قد حداكم تقولوا الكلام ده. لا بتورهم. تشوفوها فضيحة. لانكم تغفو تعغول الشعب السوداني بانكم تعيشون دور الضحايا بس. شك evolve دور الضحايا. دور الأبراءة والآخرين هو مشواطين. والآخرين بتاعين صراطة. وهم بدائين مشاكل جعفر ابو قريدة مطلوب ل المحكمة الجناية هو حركة مسلح عبدالله بانده مطلوب للمحكمة الجناية هو تابع لجيش مننابي صالح جربو مطلوب للمحكمة الجناية تابع لحairy المساواه والرسولة الشعبة السوداني مش قلتوا سورة مش قلتوا صادقين والرسولة الشعبة السوداني كذابي كذابين والله تماما ما حدا تقدر تقول لكلام ده ولا حدا تقدر تعمل الكلام ده النقطة الثانية عن ثورة ما ثورة دي حقيقتكم والله إذا عدتم أنا عدتها طقبة طقبة والله لو بقوتوا مية لو بقوتوا مية تضربوا ليل ونهار أقسم بالله أنا براه والله نجمكم بإذن المولى عز وجل والله نجمكم والله نجمكم أنا حلفت بالله لو بقيتوا مية أنا براه والله نجمكم لأنكم لو زور قال فيكم حقيقة ما زغلة ضرة قلوبكم دي بتولع نار يا أخ تولع نار لكن التلال ونهار تسوفوا قبائلنا تسوفوا مجتمعاتنا زوش أقال بكم وبعدها تشوفوا نفسكم ما عملت أي حاجة وماذا حاجة بترضكم إلا يشغل لكم كل ما يسمى بالقبائل العربية يرموهم البحر بس دي شايفين أنتم بردوكم دي شايفين بردوكم عندكم شيطان يتجاه هنة بتعاول الشيطان في هنة وبتتكلموا في المجرمين من القبائل العربية لكن المجرمين من القبائل العربية بتتكلم عنهم كم بيقوا حركات مسلحة بيقوا حكومة مع البشير ما بتتكلم عنهم النهاية فقط بتتكلم عن أحمد هارون وبتتكلم عن بيقول ليشنو جاء كبر لأنكم في الأساس لما قمتوا وعارضتوا دي النظر طولهم ومنظور قبلهم مع عرب ديلك سوا شك ما عندهم حاجة في دارفور نظر طولهم بهذه النظرة نظر طولهم بهذه النظرة فطبيعي جدا تشنوا عليهم حملة هون بس وتخلوا الباقين ديلا اللي بتبعو لكم عرقية تخلوا تخلوا ديلا بس دايش أقول لكم اوه شغل الله والله العظيم أمر واقع ما في عربي بيقدر يقضي عليكم وما في زول منكم يتقضي العثار قد تقدر وتقضي على العرب والله العظيم أحسن كلكم تنبطحوا وتتعايش وتتعايش والمجرم أنسبوا لنفسه وأنسبوه لماذا الجهة كان تابعي لها لكن لما تنسبوه لغبيلته فترقوا القميلة كلها معه وبتكون ضدك وتكون ضدك الله وضدك دي تعارفة كن قلت بتقدر عليك قضاب قضاب كن هو قال بقدر عليك قضاب أحسن لكم وترقدوا وتعيشوا الواقع أحسن لكم ترقدوا وتعيشوا الواقع بلاش بلاش فوضى معكم بلاش يستعضاف معكم السلطة كانت في يدكم جد في دارفرق قبل الارفقية بعدها شايفينها حية بسيطة عليك شايفينها حية بسيطة عليك الوزراء مع البشير كنتو دالته السوفرة كنتو دالته طلع عليك زون من قبل عراوي بتعرفوه كان سفير مع البشير ولا كان وزير مع البشير لمغا ماهديكم معظم السلطة طلعوا علي مافي مافي فبطلوا الانصرية دي وبطلوا قلة أدبكم دي وبطلوا استعضاف حقكم دي بطلوا بطلوا بانكم تعيشوا دور الضحايا والآخرين تجعلوا منهم دور المجرمين بطلوا الانصرية دي يا اخي بطلوا الانصرية منكم مطلوبين للمحكم الجناية كانوا مع الحكومة منكم مطلوبين